اشتركوا في القناة ويوفقوا دايما الماتشاة الدولية وتصفيات كاس عالم اجواء مختلفة شوية ايه اللي يفرق عن دورة الطالة لا تفرق تفرق كتير اسم كلمة كاس العالم مختلفة عن راجل بقى يجرب في الحاجات دي مختلفة الشعور مختلف التايتل ده مختلف عن المشاركة بتاعة افريقيا مش بنقول ان مصطفى هيخاف مبقولش دي لا بس انا بقول تجربة اللي مر بالتجارب وعنده تجارب اكتر في القصة دي هو اللي يشتغل مش وقت ان احنا نجرب حد او ندخل حد عشان ياخده ياخده التجربة انت عارف لو احنا تسعى بونت ويلعب مصطفى مفيش مشكلة يعني النهاردة الماتش بتاع النهاردة يعني الماتش اللي بعديه يشتغل مصطفى مفيش مشكلة خالص بقى انها تسعى نكسب الفرق دي ان شاء الله الماتش ده وغنيا بيساو يلعب مصطفى فيش مشكلة في القصة دي خالص هو كورتواء النهاردة الحارس اللي كان بيلعب مكان كورتواء في ريال مادريد تقريبا هو اللي وصل ريال مادريد غاتل نظبوط مين اللعب الفاينال صحيح وهي نفس المنافسة نفس المسابقة ومين اللعب الفاينال كورتواء مش كده نظبوط ولعب وقد عمل ازاي مم فهو وبعدين التيم محتاج ليدر من ورا محتاج ليدر مش كده لسه 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 يعني لسه انه يزعق ينده لصلاح ويزعق ينده لتريزيجي ولسه لسه لسه في يعني مش هنحمله فقطقته تمام ما هنحملهش فقطقته انما الشناوي عنده تجارب معاهم كلهم فهم الموضوع ده الفارق ده الحاجة اللي فارق بالنسبة لي اما لو حسام هيبدأ عشان يشتغل من تحت ويبدأ البلد اوب بتاعه من تحت بشكل منتظم ويشتغل على الهجم المنتظم الهجم المنتظم لا هيبقى شوبير لانه شوبير بيلعب برجليه افضل من من محمد الشناوي تمام فهنا ده اللي هيفرق عندي بالنسبة لي لو ما اعتمدش على ديجي بشكل كبير وزا ما ما بيقدر المشروعات اللي فاتت ده مش اسلوب لعب حسام انا بوضح بقول عشان لو هيعمل كده يبقى شوبير افضل لان شوبير هو افضل واحد في اللي موجودين الاربعة بيلعب برجليه يعني هو بيلعب برجلي كويس يعني بس فكرة ان انا اسلوب لعب او طريقة اللعب في اليوم ده هي اللي هتفرق في وجود شوبير او الشناوي لو هيبدأ من تحت في البلد او بتاعي اه طبعا هيفرق لانه لو هيعتمد على ده طول الماتش هتفرق كتير جدا هتفرق كتير جدا طبعا سينا ما شفتش كابت حسام حسام بيلعب بالطريقة دي خالص ما انا بقولك لو اه انا بقول لو اه لان ما اصي دايما في حاجة اسمها المرة الاولى اه دايما في الكورة دايما في حاجة اسمها المرة الاولى بس مش متشنايك الي اكس احد اديك انا ان تقلت الماتش ده اعتقد انه هيبدأ بالشناوي احنا بنتكلم بنتكلم على شوبير وشناوي مصطفى عندك عوادك лет انو حارس بابانزة مالك وبرضه واخد الكونفودورة افريقية وكان ليه دول معنات زمالك يعني عواد حارس جاي وحارس كويس من الحراس اللي موجودين في المنتخب بقى لهم فترة نتيجة لمستوى بس انا انا عندي كمجدي مجرس كده بالنسبة لحراس المرمى متر تسعين تحتيبش بشرطتين كده اقل من كده صعب في الطول عندنا هي الصراحة برضه لا ده طول الكف ده الكف ده الطول بتاع الكف ده الفرق بينه بين واحد والتاني يكسبك بطولة ويخسرك بطولة بس انا شفنا حراس كتير يعني مش طوال وكانه نكحية ايه مش طوال قد ايه يعني اصدق نسبة يعني اقول ايه اه مش طوال قد ايه يعني بتتكلب في 188 ماشي مصطفى لا مصطفى طويل مصطفى اطول من ابو مصطفى اطول من احمد مصطفى اطول من ابوه وابوه متر 88 لا مصطفى طويل لا مصطفى طويل اعتقد ان هو مش بعيد عن عوان لا اطول اه اطول مش كف طول ده طول ده بيفرق في الدراع الكف ده مش معناك كف في الدراع طول الدراع طول الدراع بيفرق طبعا طول الدراع بيفرق لان انت لما تيجي تعمل الطريب بتاعك من هنا صحيح وانت دراعك ده اه تسعين سنتي غير لما يكون اه ميت متر بس انا برضو خدت ساعات بشوفش ان هو يعني وارد يحصل اه وارد يحصل بس انا بتكلم انا بتكلم في الايه في العموم حبنتكلم دلوقتي في العموم هو بيستعمل ده ما ممكن يكون لتنين متر ومعرف بعرفش يوقف صحيح عادي هلعبه جول يعني لا طبعا عشان لتنين متر لا بس احنا بنتكلم على مستويات موجودة وعندنا الاختلافات موجودة فبنختار بناءا عليها طب الاعداد جاب لنا طول العواد وطول الشبير اه فرق تسديق اه اتنين زي بعض 85-85 اه مصطفى شبير متر 85 اه ليه بقى احمد شبير متر وتمانين اه ماليش داع بقى داع صامر حضر المتر 88 ولا متر 86 مية خمسة وتمانين شبير مصطفى شبير ومية خمسة وتمانين برضو عوات بس انا هجيبلك كابتن احمد شبير حالا اه مية ستة وتمانين كابتن شبير اه مصطفى اطول من شبير والله يعني شبير اصر احمد اصر احمد اصر بيقول لي انا كنت اخش دوقتي اشوف اه اه الامور بممكن السن بقى كابتن شوية وكده واحد بيكيش شوية كان بتفرم مع كابتن شبير الطول اه شبير صويل مش مش قصة يعني اه اه يعني وبيطلع بيطلع كويس اه وفيه فرقة في واحدة اللي هيت عات انجلترا اه اه فرقة في واحدة اه ده اللي انا بتكلم فيه اه بس كابتن شبير قالك مش انا السبب قالك كابتن هشام وابراهيم حسن كابت ابراهيم حسن وارد وارد بس هي فرقت في القرى دي اه تكشاف برضو كان ليه دور اه ماشي انا عارف انت عز تولي لا معادم انا كمان عملتها كده عشان حسام كان جاي علي وطلخبطت مني لابس شاقة بس عشان انا كنت عايز اكلمك عالقرى اياها ما انا بقولك والله انا اه ساعتها تشتت من حسام اه تنزل برجلك تلعب برجلك ولا بدناك لا لا دي بتاع انت بتكلم بتاع هلئleye بتكلم عن تا او 56 كاسعلا بتاعتيلان در انا مش فكرت انا عشان فكرت صح ايشتغلت غلط عشان فكرت صح ايشتغلت غلط لead ما ك taraf reflection لاني اللى حصل ايى حصل بص اللي حصل ايه. اللي حصل ان انا الكاس بشوت كويس. اه. وجروبلر جول كويس. طبعا. فانا قلت الكاس هيحط الكورة وجروبلر هيحط ايده. هيحط ايده هتقع لانه جو كم كله مطر ومية مش هيمسك الكورة. كان في فرنسا اه. في اليون اعتقد. هيحط ايده. المرة اخيرة هقول لها عشان محدش يفتح بوقه تاني. خلي بالك بس هم كرتين. كرتك وكرة محمد اعمار بالجزايا. اللي هو فيه جمالة عبد الحميد في المغرب وفيه بركات في الجزايا. اه. جمالة حميد كان دار بالجزايا اعتقد اخدك. يا جماعة اه. اه. طيب. طيب كمل لك عازف همها بس. اه. هو حط ايده. انا قلت هيحط ايده هتقع هعمل فلو جيب جول. انا جريت. يعني انت متوقع. كل السيناريو حصل. معادة حاجة واحدة بس. اه. كورة جات في ايده وراحت رايحة في القايم ورجع عكس التجاهن اللي انا رايحة. اه. والملعب زحلق. انا اتكهربت في الحتة دي. اه. اول ما جات في القايم ورجعت اتكهربت. اقف ارجع اعمل زحلقت. احطي بدماغي بقى. ما فيش لا دماغي ولا. جات هنا في صدري. اه. علي ماهر واقف ورايا على انها جول. جا جول. اه. علي لو مكمل ورايا كمان. حتى لما جات في صدري كان هو يكملها جول. بس هو واقف متأكد ان انا جبتها جول. لانا جات في صدري والرايحة. بس رايحة برة جنب الاية. اه. فحظي بقى. عشان اه. لغاية ما دلوقتي بنكلف عليها بعد تلاتين سنة. اه. تمام وكمال واحد تلاتين سنة. اه. لعبة عشان هي فرصة يعني كانت اه تاريخية يعني بالنسبة للكمور المصري والمنتقى في مصر. خلي بالك. طب انت بعدها زعلت كاتت نوعات بتعمل يعني مسيكت ماء كانا فاكر كده. انا ما روحتش. بس اه اه عدت في البيت اه اسبوعين تقريبا ما مخروكش. انت انت من نفسك. انا من نفسي. اه. المخروك وترجع على اليونان. فكابتين جوهر قال لا هتبجى عندنا ماتش مع ملاوي حاجة هتلعب طلوق مش شايف قدامي. هنعب يا يا كابتين. اه. قال لي سيبك ما تفكرش وما تعمل. يا كابتين مش هينفع. لا لازم تيجي وتلعب الماتش دوت وتسيبك وتنسى الماتش اللي فات ده كله عشان تخش الماتش الجاي ونسيك. فنزلت التمرين نزلت في مصر يعني نزلت الملعب. اه. اه. مش مش موجود. زهنيا مش موجود. اه. فتاني يوم تلات يوم تقول لها اقول لها انا قلت لك. قال لي طب او كي. فقعدت في البيت كنت مفروض اهرجع على اليونان فقعدت في البيت بقى اسبوعين. اه. او اكتر شوية. اه. مش خاصموا بقى ده احنا خسرنا وده تنيلنا و. وما ده ما وصلناش ويفة بسبب. اه. الفترة دي. انت كنت ملعب 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 انا كنت. اه. 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 وخسرت فلوسي خاصموا مني فلوس كتير. اه. كان ليا فلوس. اه. وعملوني واقف عقد وحاجة حاجة كتير جدا يعني. بسبب الكرة دي. اه بسبب الكرة دي. اه. مين اكتر لعب لامك وما دخلت. ولا مفيش حد لامك كنت لاما دخلت القوض. لا مفيش حد ملعب لامك. اللي اللي مراتي. انت بتخوف انت برضا كتير? اكتر واحد اكتر حد لمني في التليفون اه في العناكولة دي مراتي. والله. ربنا انا اهديها وديها الصحة. اه. قالت لك ايه? فانا بك انا بكلمهم في البيت. قالت لك ايه مجد اللي حصل لها? لا بكلمهم اه. في البيت عشان اقول لها. يعني عشان اه اه. اه. اي حد با. اي حد يقوللي معلشتي وبتاع. اه. الفرح جاء جاء قالت لي ايه? ايه اللي تعاملته دا دا. اه. امت لها طيب اه. اه بس يعني مش واضحة. مع مع السلامة. اه اه اه. اطعا. اه 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 روحها البيت بقى من سعيت وانا في فليون. بقول لك انا شفتك بعدها عدت تمسك دماغ كده. وطبعا كنت متضايق جدا. حمد عمار اه طبعا حبيب واخويا وشخصية جميلة والعيب كبير كمان برضو كانت نتعارش عنا كان في كرة الجزائر ضايعها تفاكر برضو كانت تحت له فرد فعل عمرها هو اللي يعني بالنسبة لانا غريب ان هو رجع عادي خالص ولكن اصلا ضايع حاجة ما قمش انا انا مالي يا كرة دي مفروض تيجي لاي حد يتالي الا انا اي انا اي انا اي ادل جابك هنا فهو يعني فارق رد الفعل وفارق التأثير او يعني اللوم اللي بحصل بالنسبة للنفس وفي نفس الوقت طبعا اللي حواليا طب كابتن جواري قالك عادي انا شوش كده خالص اه طبعا بس بعد كده اه اعرف ان انا كان عندي صح شايف الدنيا اه لا ما حصل اه ما كده الجمهور بيبقى شايف ان دي سهل بس الظروف في لعب الكرة لا ده المطرة في اليوم ده المطرة ما مغطلتش من الصبح لغاية ما خلصنا الماتش يعني فوزت الماتش مطرة وهو هناك الملعب بيمتص شوية لما الملعب تقيل جدا ومليان مية اه فيه شوية مية اه يعني مش مليان غرقان كده المية موجودة فبتزحلقك وتوقف لك الكرة في وقت معين اه وتزحلق لك الكرة في حتة تانية لا فالواحي كان بلعب ضد عوامل اه كتير فرقت على كم مرة كبت بعد كده بعديها انتو عالطول جبتوها اه فرقت على كم مرة انتو م عندكوش بتاعا خلاص يا ابني تو اه تفاركت عليها كم مرة كانتم بعدها اتفاركت عليها كزا مرة وبعد كده اه اه يعني انا كان عندي الماتش كله كان عندك الماتش على فكرة الماتش ده من أحسن الماتشات اللي عملتها أنا عملت عملت أسست الكاس وعملت أسست اللي كان أشرف آسم بس كل ده تنسوا كل ده تلغوا كل ده بعد الكرة اللي طالعي طريق كافتن برضه إنك اللعيب كبير طيب اللعيب اللي بيجيب جول يوصل كاس عالم أو اللعيب اللي بيجيب جول في كاس عالم برضه إحساسه بيبقى طبعا طبعا أصلي كاس العالم ده بيطلق عليك بعد كده على فكرة ده في العالم كل وورد وويد زي ما يقوله بيطلق عليك لعيب عالمي لعيب كاس العالم بيتقالك على طول لعيب عالمي على طول يعني أنا بعد ما لعبنا كاس العالم بنلعب باريس سان جيمان في الوفا كاب مع باوك فكاتبين كده يعني فوسط كانوا عاملين عني براجراف كبير في مجالة الأونز فكانوا كاتبين فلان الفلاني اللعيب العالمي المنديالي المنديالي العالمي فوسط براجراف كبير أو كده والمواصفات والمميزات بتاعتوي مش عارف ايه ونخلي بالنا وكان حاجة كبيرة يعني الحمد لله فبيطلق عليك ده بيجيب جوه اللي بيلعب ماتش كرة هولندا زي انت عليها أكثر ولا الفرصة بتاعة زنبابو دي كتا احنا جيناك عمتخب بتاعنا دلوقتي بس 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 برد علي مواصنة برضو عايزة حاسس نفسي لما انا بضايع الكرة ما انا كنت بازعل قوي بس في كرة كده معينة بس انا اتفرقت عشان اهدي نفسي انا اقول لحاجة انا عشان اهدي نفسي اه انا من اكتر الناس اللي بتلوم نفسها في الدنيا اه على اي حاجة عايير غلط بعبي فانا عشان اهدي نفسي اتفرقت على فرص لتعرف دلوقتي او من زمان يعني من اول ما اتعمل اليوتيوب فبتشوف كل حاجة موجودة العالم كله بقى قد يعني قد كده فبتشوف اللعيبة النجوم اللي ضيعوا جوال فانا شفت لعيبة مهاجمين بقى هدفين هدفين ضيعوا الجوال بشكل يعني الكرة اللي انت بتكلم بنتكلم فيها دي ولا الكرتين دول بنكلم فيهم دول ولا بالنسبة لهم صعبين جدا صعبين جدا يعني اللي بيرقسوا الجول وبيحقطوا الكرة برا طبعا حصلت دي كتير حصلت وحصلت من رو ماريو وحصلت من اسامي كتيرة قوي فبقيت هديت شوية يعني اسلام بيقول لي حكي الكابتن مجدي على الكرة بتاعتي كت مع طارق السايرة كابتن هنا بلاقى بالمغرب وبرضو كابتن جهر يعني وطارق يعيبها كده حطت انا بالراحة والجول فوادي كنت انا هو الجول راح واخد قادي قرر نوية رأس الجول فاتطرف شوية يا طاري نعبها بقى بالعرض بقى رأس الجول فوادي راح طاري حطيتها من برا حطق في الشبكة من برا وصول كاس عالم ايو ايو فيعني في حاجات ما تحصل وانا بعض افكر لو طاري كان العبالي حطيتها يعني امور سهلة خلصت وصلنا كاس عالم بيت انا حسام حسن ايو ايو طيب كانت يعني انا تطرقنا حطة حاجة زي كده يعني فكرة انا عارف انت مش هستتكلم فيها بس يعني في الاخر يعني انت نجم ربنا خليه ربنا خليه طب بقى بص اسلام بقولي طب قوله بقى كورة هولندا ما خلاص كلمنا فيها يا ابن اكتر واحد لمك بقى من اللعبة فيها بيقولك اهو حسين في الملعب حسين 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 جي ابن اللزينة في الملعب اللي بدمغك وشديني بشعري كده كان لسه في شعر حسين جي ابن طيب لو كان منا بقيت للتشكيل كنت كنا وقفنا عند عند يعني الشناوي او شو بي لكن الباقي انا عندي انا التشكيل التشكيل اللي انا اشوفه افضل يعني الشناوي وبعدين اكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كامر عبد الواحد دلوقتي في الوقتي اللي احنا فيه قدامه تلاتة بتوعوص الملعب مروان عطية امام عشور وزيزو وزيزو تمام محمد صلاح مصطفى محمد تريزيجي هنا انا بقول ليه التلاتة هل حسام عايز يستفيد من الحالة بتاعة النادي الاهلي والفوآن هو واخد 11 لعيب النهاردة من النادي الاهلي فحيح ده اكبر دليل على ان النادي الاهلي هو الافضل في الفترة الاخيرة والاكتر جهوزية في الفترة الاخيرة ولعبتهم الاكتر حظ في تمثيل المتخف بيرجعك لوقت ما كانت الحسن شهت الوضو كان بيختار العدد الاكبر من الاهلي لانه كان كان في تفوق مستمرة في الفترة دي نفس وانا لما بقى مدرب منتخب مصر ومستفق وعندي على فكرة العالم كله بيعمل كده يعني بايو مينيخ في الفترة بتاع جوارديولا كان المدرب بتاع منتخب المانيا كان على طول اكتر لعبته من بايو مينيخ وبيلعب بنفس الستايل اللي بيلعب بيه بايو مينيخ في اسبانيا نفس القصة كان الفترة بتاعت بارشلونة كان مندرب المنتخب مندربين المنتخبات الاسبانية دي البوسكي والراجل التاني الكبير ده كبار ده ما شوك الاسمه كانوا بيشتغلوا بنفس السيستم اللي بيشتغل بيه بارشلونة اللي خدوا به كاس العالم وخدوا به بطولة أوروبا كاس الأمم الأوروبية فده بالعكس ده هي ميزة ليه لاني حتى اللي انا بكلمك فيها دي دي بطولات مجمعة كمان عندك فرصة للتحضير وللتجهيز والتدريب على الأفكار انما انت دلوقتي الوقت قصير اللي انت بتختار فيه اللعيبة وتشتغل فيه لازم اللعيبة تشتغل مع بعض لازم اكتر عدد من اللعيبة بتشتغل مع بعض ويبقى سيستيم يهوى يمقارب لي في الشغل فانت عندك لو عملت الفول شيكينج من قدام في البداية والضغط من فوق خالص عندك لعبة لازم بيشتغل بالأسلوب ده صلاح بيشتغل بالأسلوب ده في ليفرابول مصطفى محمد من أهم مميزاته الضغط على المدافعين والتريزيجي نفس القصة زيزو عنده زكاء يقدر يستوعب أي طريقة لعب أنت عايزت ادهاله في لحظة واتغيره إن شاء الله لو غيرتله طريقة اللعب في ثانية يقدر يتأقلم معها بما معناه أن خط جفاعة منتخب مصر الأهل هو هو الأفضل دلوقتي يعني لما نتكلم على حراسة المرمى في الشامبينزليجي الأفريقي جيه كام جول في النادي الأهلي صحيح شكرا عن طريق وسط الملعب بتاعه والدفينس والتنظيم الدفاع والأسلوب اللي كان بيشتغل به فإذا أنا كراجل كوتش في المنتخب لازم أستفيد من ده مش عيب بإطلاقا إن أنا أستفيد من ده بالعكس ده مني الزكاء إن أنا أستفيد من ده كوائز جدا وقابل كلا التجارب بتقول إن نجحت بعض الأفكار اللي أنا عايز أطورها أو وأنا بتفرج على النادي الأهلي أنا كمجدي وأنا بتفرج على النادي الأهلي وبفرج على كولر وربي عمل كذا كذا بقول لا كان هنا المفروض نعمل دي ودي ودي لو أنا بقى مدارب بتاع المنتخب هجيب اللعبة بتاع تي وهجيب اللي يكملوا التيم وهقول اللي أنا عايز اللي أنا عايز كولر يعمله هعمله أنا بقى في الحتة دي صحيح وأبدأ أشتغل به نكسب كتا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش بتخوف من حاجة مش هقول لك خايف إنما الآن الألأ بتاع الراجل بتاع الكورة مفيش حاجة اسمها في الكورة شيء مسلم به أو مضمون مفيش طبعا إنما في شواهد وفي مقدمات بتقول إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نكسب منها إن بوركينا فاسو على مدار آخر عشرة خمستاشر ماتش مفيش ماتش مدخلش فيهم جول أو زي كان ماتشي أو ماتشين الباقي كله بيدخل فيهم جوال تمام زي كان في المبارات ودية آخر ماتشين عملوهم في مارس مع نايجر وليبيا خصوا من ليبيا اتنين واحد وتعادلوا مع نايجر واحد واحد ده معناه إن دخل فيهم ثلاثة جوال في ماتشين صحيح غير كاس الأمم دخل فيهم جوال في كل الماتشات مع ده ماتش واحد والماتشات اللي قبل كاس الأمم اللي كانت مؤهلة لكاس الأمم أو الماتشات الودية فدخل فيهم جوال على طول وعندنا حاجة كمان كانت التاريخ بيقول إنه هم ما مكسبناش ولا مرة وإحنا كسبناهم خمس مرات وتعادلنا معهم مرتين سبع لقاءات لحية تبتتكلم عن نتاج المباشرة لبيننا وبينهم أنا بكلمك دلوقتي هم على مستوى الماتشات بتاعتهم كلها كمان بيدخل فيهم جوال فدي من المقدمات اللي بتقولنا إن إحنا إن شاء الله بإذن لها نجيب جوال إن شاء الله كابتن طيب أخذ معاك فقرة نمبر وانا كابتن معنا هنا وحدك بتختار نمبر وان من التلاتة دول آه دي نمبر وان طيب أفضل مدرب اتمرنت معك كابتن محمود أبرجيلا كابتن جهاري تسوبر اوه اتنين يعني صعبين جدا بالنسبة لي كابتن أبرجيلا وكابتن جهاري اختار واحد كابتن يا نهار ربيض سريع أنا كابتن لا صعب قوي يا محمد يا إسلام الله يهديك يا إسلام أنا عارف دي حركاته هو لا 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 على طول واحدة كابتن جهاري كابتن جهاري التجربة الأكتر نجاحا في الدوري رونيني كابتن كانش كابالا ولا عمرو وردة ولا أحمد حسن كوكا من وجهة نظرك بعديك يعني أعتقد كوكا كوكا تمام كابتن أفضل لعب في المنتخب في 2006 كابتن أحمد حسن أبو تريكا عصام الحضر لا أبو تريكا أبو تريكا كان أكتر التأثير طيب جول الفاينال اللي كسبنا به تمام كابتن مين من اللعبة دول كان أصحق لانضمام المنتخب عبد الرحمن مجدي ولا مصطفى زيك ولا حسام أشرف كابتن ولا حسام حسام أشرف هدف البداية هدف البداية آه هو حسام أشرف تمام كابتن أفضل لحراسة المرمى المنتخب إحنا أتكلمنا في الحالة دي مصطفى شبير ولا العواد ولا الشناوي حسناك قلت الشناوي الشناوي أفضل محترف في الدوري في الفترة الأخيرة هل هو علي معلول ولا أشرف بالشري ولا كان كين واه كين دا كان لعيب كين كين دا مش يعني مش لعيب في الدوري يعني صحيح صحيح يعني بس بس المردود على مجمل الأعمال آه علي معلول بس كينه دا لو كان نكمل كاتف الدوري لو بقى دي ماناش دعوة فيها لو ما كاملش بس في الفترة اللي كان فيها دي أبهرنا الحقيقة كينه طبعا لأنه لعيب كبير لعيب كبير كبير يعني طيب أكتر لاعب نجح في الآله والزمالي كابتن جمال عبد الحميد ولا ريدة عبدالعالو ولا حسام حاس ولا كابتن حسام حاس أنا كابتن ريدة أكتر واحد نجح في يوم بالقلس هو ريدة خد هنا بطولات وهنا بطولات وحسام خد هنا بطولات وهنا بطولات وجمال عبد الحميد نفس القصة أكتر واحد بقى كابتن انت شايف يعني لو يعني زياد عم نشوف أكتر واحد لعب فيهم في الفريتي يعني أكتر حد لعب في الفريتي لا كابتن جمال ملعبش في الأهلي زي ملاف الزمالي ريدة يعني برضو نفس الشي مدعبش يعني كده وكده حسام اه طبعا طبعا هقول حاجة مهمة حسام لما راح نادل زمانك ما كانش زمانك واخد افريقيا بعد فترة ما اخدش افريقيا فلما راح خده افريقيا مع الدور في الفترة دي صح كده فايبقى حسام كابتن حسام حسين تمام خلصنا كابتن ما انت هو كانت تنزال فوله مشواطر لا هيش دعو الشطارة لا هيش دعو الشطارة لا لا اصد يعني هي دعو بالحسابات بس تبقى موجودة قدامنا اه لا مش هتزعل حد خلي بالك كلهم ناس افاضل كلهم نجوم كبار بس حدا في حتة كده بتبقى ايه يعني الافضلية بتروح لحد عشان جزء معين بيبقى في حساباتك لا اصدر حسام كمان احنا عدد ناشة في شاي بلبن سنة بحالها اه الله يرحمها الحجة كانت بسيب ناس شاي بلبن اياه بالاهلي لا في اليونان اه لما كان في اه طبعا كانت الحجة معاه اه فكنا على طول للصبح ده شاي بلبن اساسي واخناقات وضرب اه وهم بحب شيش رب ولا يفتر ولا اعمل اي حاجة الصبح اه ذكريات جميلة كبير اه طبعا كانت امين اجمل كانت سنك الجميلة اكيد نورتنا شرفتنا كبتن حبيب يا فرد ان شاء الله كنا دايما مستمتعين بحضرتك خلاص ودي حاجة هنبقى بدينا الشرفية كتن الجميع كتن مادة طلبة بشكرك شكرا زيلا ان شاء الله بكرا هنكون معاكم واكيد بذكر حضراتكم ان احنا عندنا في نص الشهر ده بطولة الامم الاوروبية الحقيقة نسيت اتكلم مع كبتن مجد فيها لان اكيد كلنا كلعيب الكورة ومحبي لكورة القدم بنستمتع بالبطولات الاوروبية الحقيقة سواء بقى للاندية او المنتخبات ان شاء الله هنكون بقى معاكم بكرا وحديث واستمر عن منتخبنا الوطن طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية وحلقتنا يعني بتنور بوجود نجمينا الكبير كابتننا الكبير ونجمي النادي الاهل السابق واحد افضل محترفين المصيرين في الخارج وايضا يعني زي ما بقول كده بقى نجمي البريمو الدائم خلاص كابتننا الكبير كابتن مجدي طلبة ممكن بعتز دايما بان انا بشوفه دايما في النادي وبعتز دايما لأسف انا ملحقتوش في كرة القدم في الاهل لكن يعني كابتن مجدي طلبة من افضل افضل اللي عابين في مكان الحقيقة فيه تاريخ الكرة المصرية كابتن مجدي تحياتي الحياة لكم نورنا كابتن شكرا فاروق حبنا يخليك بداية دايما هو طبعا الاسلام رحب بيك خطفك في اول حالة ليس اقولك بداية بيني وبين بداية مع البرنامج ان شاء الله بإذننا وعلى طلبة بداية لعيت الكرة مختلفة عن ما بين لعيب كرة وصحفي خلاص بقى كنا بنا تيم واحد كلنا حبيبا كابتن منور رب ان شاء الله كده تبقى فاتحة خير علينا ان شاء الله طلبة اضافة لكيب كابتن صلبة قوية للبرنامج في مصر كابتن حقيقة كلامه الحديث عن مين ينضم مين ينضمش كان الاخص عمر كمان عبد الواحد نهاردة بنزروف وبنقول كابتن حسام مضطر ان هو يعني بعد اصابة فتوح والاعلان الرسميا خليبا لكابتن حسام كابتن كان قاعد شوية مستني الظروف الخاصة فتوح لكن خلاص الظروف يعني قالت ان فتوح بره وتالي انضمام عمر كمان عبد الواحد هل فكرة انضمامه بعد وقت من عدم الانضمامه او الاستبعاد ممكن تبقى فيها تأثير سلبي على الله في حالة الانضمام دي كابتن انا مدخل معك سخني يعني لا معتقيتش خاص يعني انا كنت كلمت في القصة دي وكلمت على الصفحة بتاعتي قلت الموضوع ده بتاع الاختيارات والجدل اللي المصار على على السوشيال ميديا وبين الناس وجمهوره الكورة عموما على القايمة بتاعت حسام القايمة ما فهاش مشكلة خالص يعني ايه عمر كمان لعب جيد جدا ولعب ماشي بمستوى متميز جدا خاصة في فترات الاخيرة انما لما تيجي تشوف الاختيارات بتاعت حسام في الموزيشنز بتاعته هتلاقي محمد هاني واكرم توفيق في المكان بتاع الباكرايت هو هم اللي كانوا بقالهم فترة طويلة موجودين فما فيش يعني حاجة استثنائية او حاجة شزة تقول الكلام ده خالص وجود عمر في الفترات الاخيرة في المنتخب ما فيهاش مشكلة خالص وما تقللش منه انه الفترة دي مش موجود لان الموجودين كانوا متواجدين برضو في المنتخب الفترات اللي قابلي منها الحاجة التانية هم يقدروا يشيلوا وعمر برضو يقدر يشيل لما يجي يخش فانا الوقت عندي ثلاث لعيبة في مكان واحد هاخد منهم اتنين الاتنين اللي هاخدهم بناء على الماتشين اللي انا داخلهم واحتياجاتي حسان من المدربين اللي بيحبوا الاجنيحة المدافعة اه الاجنيحة شو الدفاع اكتر انا كابتن اه عند الاجنيحة بيحب الجناحين يكون ليهم بيعرفوا اه بيعرفوا يدفعوا كويس جدا عشان كده ببصت ليه مع الشامي دايما اه جابوا المنتخب الفترة دية صحيح اه في الاندية اللي كان بيقدر يجيبوا فيها بيجيبوا فيها في الاندية اللي هو اشتغل فيها كان دايما الاجنيحة بتوعه بيقوموا بدور دفاع كبير جدا ممكن كمان كان يؤثر عليهم شوية في النواحي الهجومية في المنتخب مش هيقدر يعمل ده بشكل كبير فعاوز يعود ده وجهة نظر عايز يعود ده عن طريق اختياراته في الاسكواد بتاعه لانه في المنتخب غير الاندية هو في المنتخب عنده القماشة كبيرة جدا يقدر يختار منها فما يجي يختار عنده صلاح في الجنب اليمين لا غنى عنه طب صلاح مش هيقدر يرجع عشان يقدي الدور الدفاع بتاع الجناح اللي هو حسام اصلا بيحبه او تعارف حسام هو بيلعب تمام شفته حسام هو بيلعب انا مش هقول للصلاح انزل دافع يعني لا مش هتقوله مش انزل دافع اه صلاح بيدافع في ريفربول يعني عنده واجبات عنده واجبات محدودة لانه صلاح من نوعية انه لو اديته واجبات الجناح المدافع اللي بيدافع في النواحي الدفاعية بتاعته مش هيقدر يكمل النواحي الهجومية بتاعته بشكل كامل والاهداف اللي بيقدر يجيبها بحجم الرتم اللي موجود هناك بس الرتم هنا عندك مختلف برضه بص يعني الرتم تعلق بقول ان انا خلي صراح رايح جاي رايح جاي مع سرعة الفريد قدامك كمان لا مش هي هي ما بتبقاش كده قد ما بتبقى هي ما بتبقاش كده قد ما بتبقى ملكة عند اللعيب الكهور اصلا ممكن تأثر فيه ممكن النواحي بتاعت الرجوع بتأثر فيه كمان زهنيا تأثر فيه فنيا جوه الملعب ده عايزين نحله طب هنحله ازاي ما هو لازم يتحل فهيتحل عن طريق انه لازم يبقى الباك اللي وراه باك قوي جدا في النواحي الدفاعية ما يزيدش في النواحي الهجومية او يبقى الراجل بتاع اسط الملعب اللي حواليه اللي من ناحيته هو اللي بيميل ناحيته شوية لما بيجي يكامل فده هيبقى موجود اكتر في محمد هاني واكرم توفيه من وجهة نظر حسان في الشغل وده برضو انا بعتبرها طب بس معه فبص عليها كده صورة دي من تملينة النهاردة يعني برضو فكرة ان انا معنديش مشكلة يعني ذكب الابراهيم طبع انه كيف مشكلة يعني لو كان في مشكلة قبل كده فمفيش مشكلة اهيا كده بص انا معنديش يعني أنا ما بمشيش ورا السوشيال ميديا او في القصة بتاعت انه كان عندهم والله ما عرف ان كان في مشكلة بينهم بعض يعني أنا فعلاً ما عنديش معلومة فالكلام اللي أنا سمعته كله أسرح لكم لنا نشتغلنا يعني نشتغل في التدريب وفي المجال بتاع الكورة من زمان الزمن لعب لو ما أخدتهش يبقى فيه مشكلة بيني وبينه ولعب لو أنا بقى لعبه يبقى أنا فيه برضو علاقة كويسة بيني وبينه أو بحبه اللي ما أخدهش يبقى بكرهه بس هل فيه فارق ما بين مدرب منتخب الكابتن ومدرب نادي يعني ممكن مدرب النادي يقولك ممكن ده يحصل لكن أعتقد مدرب منتخب أصدق بس بس يا فارق المدرب الصح المدرب الصح ما فيش حاجة اسمها يحب لعيب ويكره لعيب لأ فيه يحب شغله ياما يحب ياما مش مقتنع بشغله دي حاجة ما فيهش هزار دي ومش محتاجة اسم على اتنين ولا تلاتة ولا أي حاجة خالص ما لهاش دعوة لإيه لأنه أنا دلوقتي عندي مهمة المهمة دي محتاج فيها واحد اتنين تلاتة التلاتة دول لازم يبقوا موجدين اللي هو سين أو صاد أو عين فأي حد العلاقة الشخصية ما لهاش دعوة ما لهاش دعوة خالص لا تؤثر نهائيا عن يعني شفنا كلوب مع محمد صلاح في الفترة الأخرانية فيه شوات شد وجذب ما لهاش علاقة خالص بإنه يلعب أو يبدأ أو يخرج ما لهاش علاقة ده 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 المهمة ده ده دي مهمة الكوتش الصح صحيح هم الناس رابطوا ان كاتة عمسانو لما قال بابل منتخب مفتوح ثم استبعاد عمر كمالي قالك ان ده سببه المشكلة لكن اعتقد يعني النهاردة طيب هو لو خليني معاك او مع اللي بيقول كده ما هو لو انا فيه بيني وبينه حاجة أصلا طب ما انا عندي عشرين باكليفت تانين موجودين في الفرق ما اجيب اي حد من ده انا عمال بقى عمال اسأل السؤال ده للناس كلها يعني اه هولاك على لا استحق ان هو بقى موجود في منتخب مصر اه طيب من الدور المصر في 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 المصري الباكليفت بتاع المصري اه حسين السايد غير حسين السايد غير حسين السايد اه مش حاضرني اسمه ده كان لعب الناد الاهلي وكان لعب سيراميكا كلباترا وبعدين راح اه اه او سموحة وبعد كده راح اه عمر السعداوي عمر السعداوي اه عمر السعداوي لعب كويس اه يعني عنده مقومات الباكليفت اللي يقدر مع الشغل يقدر يشتغل بيها وقريب من محمد شكري مش مش هادين شوية يعني في اول ماتش كاس عالم وصول انا بكلمك دلوقتي في حالة اني انا ما بحبش فاروقي ومعايا فهاختار اي اي سين خلي بالك هو اصلا عمر هو مش باكليفت طب اللي ما لعب فلاد الاهلي باكليفت يعني ماتش ماتشين مش القصة دي هل هل القصة يقدر يشتغلها ولا ما يقدرش يشتغلها تمام مش هو اللعفية دي على فكرة عمر كمال من اللعبة الاسكية جدا انا متابعه من ايام ما كان في اتحاد الشرطة فعمر زاد واتطور بشكل يعني عمر اللي انت بتشوفه دلوقتي اتطور بنسبة 300% عن عمر اللي بدأ في اتحاد الشرطة اه تمام اتطور بشكل جبير جدا ده اندل على شيء يدل على انه الراجل عنده زكاء دي نمرة واحد نمرة اتنين عنده شخصية تقبل التطوير قابل لده تلاتة ملتزم جدا ومنضبط جدا مفيش لعيف الدنيا بيتطور من غير ما يكون عنده العنصرين دول اللي التزام والانضباط طبعا ده اهمي عمر عنده القصة دي زايد انه عنده زكاء ملعب اه يعني ايه زكاء ملعب يعني خلي بالك مع عمر كمال مع علي ماهر ادواره كانت متعددة علي ماهر كان مرة يحطه لعبه عشرة في وقت من الاوقات لعبه عشرة ونور بيه عمل بيه منورات على انه رقم عشرة ولعب جناح وكان بيجيب جواله هداف كل وكان بيلعب بشكل متميز جدا في البوزيشنز اللي كان بيلعبها ده دليل على ايه دليل على انه عنده زكاء ملعب بيحفظ التاسكس بتاعته المهام بتاعته والوظائف بتاعته اللي بتتقلو بيتمرن عليها بينفزها فهو عنده الحب خلينا في ماتش زي بورجينا كابتون وانت الماتش ده انت محتاجه بمنتهى يعني القوة الحالي طبعا وقوتك الهجومية هاي الاهم في ماتش زي ده هل فكرة ناحية الشمال بوجود عمر في الجزء الهجومي هتبقى ماهر مش بالضرورة هو عمر اللي هيلعب الماتش محمد حمدي موقوفة كابتا ماتش أولاني مش هيلعب الماتش هاخده عشان الماتش التاني لا لا هيلعب ماتش يعني هو موجود الماتش التاني ما كده لان فكرة ان فتوح ملوش بديل النهاردة مش عشان محمد حمدي ماقوف او ايا كان بقى محمد حمدي موجود ففتوح يعني الاتن في المنطقة بمصر في اول ماتش مش موجودين في العموم حسام عنده او انا لو انا في الموقف ده ممكن اغير الطريقة اصلا اصلا اه طبعا وارد جدا ممكن اغير الطريقة والعب بتلاتة تلاتة اربعة تلاتة عادي جدا يبالتلاتة المهاجمين بتوعي زي ما هم والعب تلاتة من في تحت والتلاتة اللي تحت هشتغل بيهم بشكل مهم جدا ومتماس جدا بحيس اني ابقى مقام من اللجنة بتاعتيه من في ظهرهم ما عنديش فيها مشاكل خالص والاربعة تلاتة هيطيروا من نوستهم مع التلاتة التانيين المهاجمين وهنعمل الفورشيكينج بتاعنا من قدام خالص جدا ونشتغل عادي جدا وهيبقى عندنا تلاتة سردباكات اللي اقدروا يلعبوا يعني محمد حمدي في الوقت اه سوري المساكين اللي موجودين عندك رامي ربيعة وعندك محمد عبد المنعم وعندك ياسر ابراهيم وعندك بيكهم فيقدروا يشتغلوا الحتة دي كويس جدا يعني يقدروا يشتغلوا في الحتة دي كويس جدا محمد عبد المنعم يشتغل المساكين حين الشمال ورامي ربيعة في الوسط وعليمين احمد بيكهم اباسر ابراهيم والتلاتة دول يعملوا سطارة قوية جدا تماما كبت وفي نص الملعب عندك الاربعة اللي هيشتغلوا يشغلهم كويس جدا يعني زيزوا في اللحظة دي يشتغل كرجل وينجباك يمين تماما كبت وعمر كمان عبد الواحد يشتغل وينجباك بشمال هنا ما بيشتغلش بقى باك باك فاهمك كبه بيشتغلش فور باك دلوقتي خالص بيشتغل وينجباك فهديبقى عندك بداية البوزيشن بتاعه وبداية النقطة الارتجاز بتاعته هتبقى في نص الملعب لفوق ونص الملعب لتاح وهتبقى يعني عندنا وليه طريقة تبقى يعني هجومية بشكل كبير طبعا 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 عندك يبقى فيه عندك بقى فوسط الملعب في الوقت الده عندك مروانة عطية وأكرم توفيق مفيش مشكلة فيهم خالص أو مروانة عطية وحمدي فتحي برضو مفيش مشكلة خالص لأنه الاتنين اللي هم اللي هو هيبقى زيزو وعمر كمان عبد الواحد لما يطيروا بيخش تريزيجيه وصلاح يعني يدوهم فرصة من الدخول أو ممكن الاتنين يدخلوا من جوة الملعب يشتغلوا جوة الملعب كويس بيعملوا الاندرلاب مش الوفرلاب بيعمل الاندرلاب يخش من وسط الملعب من خارج للداخل دياجونال كده فوسط الملعب كسترايكر تحت السترايكر الرئيسي ويعملوا ضغط كويس جدا طبعا لو كابتن حسام حسن ما اشتغلش بالحتة خلاص هيلعب بقى وقى واخد باكلفت ما هو هنا بناء على الراجل اللي قدامه في نص الملعب هيبقى مين هل هو حسام هيلعب باتنين محاور وقدامهم بليميكر عشرة ولا هيلعب بالتلاتة بتوع وسط الملعب وثلث قاعدته تحت يعني ديفندر واتنين تمانيات انا بفضل دي بقى ما هو هو هلب انت ماتشك عايز تكسب هي دي بص الاتني هسخلي بالك هي بتبقى هي على الورق كلام ده بيبقى على الورق انما انما ممكن الاتنين اللي حطوهم في الحتة دي الاتنين الديفندر او الاتنين المحاور ممكن يبقى دورهم ثابت فقط عشان يحمي الاتنين الطيرين اللي جايين اللي هما جايين من اللي واخدين حرية اه الفورباكس اللي الريمين والشمال بتوعنا اللي هو ساعتها هيبقى هاني وعمر او اكرم لأنا مش عارف انا عندي احساس كده انه هيبدأ باكرم بجاي شعور عندي اه بس التصريحات كتب حسام انه هاني رقم واحد عندي انا مش عارف انا حس ان اكرم هيبقى ليه دور كبير في الماتش ده يا هيلعب باك رايت يا هيلعب في نص الملحب ده من البداية اه عايز هو هو عايز اصلا هو خلي بالك هو هيلعب مهاجم بشكل كبير جدا في البداية ولازم الهجوم ده لازم له تأمين والتأمين ده اهم عناصره عندنا في المنتخب في الاسكواد اللي موجود بتاعنا ده اكرم توفيق من اهم عناصر التأمين ده تفضيل لحضرتك في فكرة المال ده من وجهة نظر ده وجهة نظر ده وجهة نظر للشخصية طب هل ممكن تفضل كمان لو انت حياتك ولتري ايه اتنين قدام واحد تحتيهم اتنين قدام دول نوعية اللعبين زي مينة كابتن عندك امام عشور ده خلاص هو احسن لعيف في مصر في الفترة الحالية واكتر واحد بيقدر يوصلك افضل مساء من زيزو كابتن في المنطقة دي افضل واحد دلوقتي في مصر بيقدر يوصل الكرة من تحت لفوق سواء بالكرة او بالباس بتاعه يعني عن طريق دريبل بالوصول بالكرة ليه كابتن بتشوف ان زيزو عنده يعني هو افضل افضل من اللعبة كتير لانه هو ده اللي حصل دلوقتي قدامنا لان امام او انا عنده رؤية كويسة جدا والاختيارات بتاعته في الفترات الاخيرة الاختيارات الصحيحة والسليمة مهمة جدا زي دي انه اهضار الوقت عنده بالنسبة ليه كلعيب قليلة يعني ايه اهضار الوقت يعني الباس بتاعه انا ممكن ابصيلك الكرة كده ويبقى باس سليم ما فيهوش مشكلة خالص انما ده بممكن عندنا كمجدي اسمه اهضار وقت ليه لانه فيه واحد الناحة التانية رايح على الجول افضل منه منك او مفروض ان انا العب له الكورة لو انا ملعبت له هو امام بيعمل يعني انا بشوف زيزو برضو الخافت انا عنده الحتة دي بس الفرق اللي حواليه ممكن ممكن ما يكونش بنفسه قوة العيبة حواليه مثلا في الاهلي وفي الزمان ما هو زيزو عنده انما زيزو بيعيبه حتة ال الديفنسيف جوب بتاعه اقل شوية من امام الاثنين عندهم نفس المهارات اللي على قدام انما لما في ساعة فقدان الكورة امام اقوى تمام في استخلاص الكورة او في الرجوع بسرعة الارتداد بتاعه اه اه ده اللي بيفضل امام شوية في الفترة دي ما بقولش ان زيزو ما عندهوش لا عنده بس النسب اقل شوية لكن مقدرش لاعب مثلا كنت حاليك بتقول لي زيزو خلاص لا صور امام خلاص امام موجود مقدرش لاعب زيزو ممكن زيزو يلعب في الوقت ده في الثمانية التاني مش ناصر لا زيزو افضل يعني لو لعبت بثمانيتي يعني عدم موجود زي لعب زي افشة مثلا بالشكل لطريقة لعبه ما امام زي افشة انا عندي امام زي افشة اه طبعا امام امام عنده رؤية انا باخد وجهة نظرك في الحيط امام عنده رؤية ممتازة جدا وعنده تنفيذ ممتاز للرؤية دي مناصر عنده كده وناصر عنده كده ناصر اقرب لعبدالله سعيد شوية يعني ناصر لعب كرة كويس طبعا وفي تطور مستمر ناصر من اللعبة اللي هتتطور كمان الفترة اللي جاية وربنا يحميه من الاصابات ان شاء الله هيتطور ويزيد مع زيادة اللعب مع نادي جمالي كبير زي نادي الزماليك هيتطور اكتر يعني انا بستني له حاجة تانية ان شاء الله نين دول اكتن لو معك في فريق تبتدي بيهم ولا تبتدي بواحد بس فيهم هل الملعب يستحملهم هم الاتنين يعني؟ ما انا بقول لك لوقتي زيزو زيزو وجهة نظراني الشخصية وجوده وجوده في الملعب مهم وضروري بس على اساس اني ابقى وراه اكرم طوفي كباك كنص ملعب ولا باك لا باك في نحيته من تدلوقتي لما نيجي نلعب بالاتنين دول بالترانجل دوت المسلس اللي راسه تحت اللي هو مروان بالنسبة لنا مروان نمر واحد مروان اعطيها دلوقتي علي مينه زيزو وعلى شماله امام عشور ده وسط ملعب قوي جدا بس في الوقت بتاع اشتراك زيزو في الحالة دي لانه زيزو وصلاح الاتنين يقدروا يشتغلوا مع بعض في الجنب ده انما لازم يتأمنوا بمدافع قوي عندنا اكرم طوفيق في النواحة الدفاعية دي اقوى من محمد هاني يعني اتزاماته بيها طريقة الاستخلاص بتاعته السليمة اكتر من هاني وطريقة ما عندوش تهور زيادة حافظ المكان اكتر ويقدر يشتغل في النواحة الدفاعية اكتر امتى بيطلع وامتى يعني في النواحة الدفاعية هو بنسبة لنا افضل من هاني شوية سيكة زي ما بتبتقول هي فكرة هاني بقى انت كلا بتسيب هاني او لأكرم الحتة الدفاعية فقط اكتر ما هو انت دلوقتي ومش هيطلع كده خالص بقى لاما انت عندك صلاح وزيزه انت عندك صلاح وزيزه هما الاتنين اللي بيعملوا اوفرلاب والاندرلاب بتاعهم ولجابها تشتغلها لازم حد يأمن الضهر بتاعهم اللي هيأمن الضهر بتاعهم هو وجود اكرم بدخوله مكان زيزه في الناحية الهجومية وشيطانه متطرف هيخش فصل الملعب مكان زيزه لان زيزه هيبقى يا جنب السترايكر تحت السترايكر شوية يا ام صراح هو لا هيخش جنب السترايكر وزيزه في حالة الاوفرلاب ايو مفهومة كتن فكده يبقى انت و اكرم توفيقي بيخش في نص ملعب مكان زيزه في نص ملعب عشان يأمن في حالة الرجوع او في نفس الوقت يبقى مساند للعب و احنا معنا الكور يبقى لعب وسط ملعب عادي جدا و اشتغلها زي الفل شغلته الاصلية مفيش فيها مشاكل خالص تجربة كتن حسن حسن كتن في الماتشاط اللي لعبة في ورايات الودية او الدورة الودية اللي تلعبت هنا فكرة النجاح ان هو يقف على مستوى الفني اللعيبة و ما بعد كده تصريحه خاص بالدور المصري والامكانات اللي بتخرج من الدور المصري لا تصريحه الموافقة طبعا و عدى بحلو بمره عدى هل الماتشاط بتاعت المنتخب دي هي اللي خليته مختنق بحاجة زي كده لا هو الفترة اللي فاتت الاسف الماتشاط بتاعت الدوري مش قوية مش قوية و ده خلينا نكونوا واقعيين يعني المستوى فيها الفني والليل شوية كنت حسن مش غلطان يعني؟ مش موضوع مش غلطان انا هتعامل مع اللعبة دي انا و انا كوتش ماسك تيم و بنخسر و بنقدي وحش ما قدرش اقول التيم ما عندوش ما عنديش لعيبة كورة ما عنديش لعيبة في التيم ما قدرش اقول كده لان دول اللي هلعب بيهم صحيح و دول اللي هشتغل بيهم و دول اللي لازم اوصل و حقق الهدف بتاعي بيهم صحيح فالحاجة ممكن حد تاني من من المحللين من العالميين يتكلف القصة دي يقول ان فيه و لتنظر اه انا لما حب اقول حاجة زي كده اقول ان اوجه القصور اللي موجودة عندنا في الدوري واحد اتنين تلاتة اربعة كمدير فني المتخب مصر فيه عندنا اوجه القصور في المستوى الفني في المباريات بتاعي انت في الدوري واحد و حددها واحد اتنين تلاتة اربعة و انا مش هقول ان انا ما بيفرزش و امسيبها عيمة لا لازم احددها هقول واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص انا كراجل مسؤول عن المتخب المصري الاول في الكورة بقول وجهة نظري في القصة دي والناس تبدأ تشوف الموضوع ده وتصلح فيه لأنه من أهم برضو في نقطة مهمة يعني أنا برضو كلعبك وراء قدر أقولها القصة دي لأن أنا مرت بنفس الظروف دي وأنا بلعب في بدايتنا كنا بنلعب الساعة 3 العصر في عز الحر وفي رمضان وصايمين فمش طب اللعب كور هيقد إيه هيخرج كورته إزاي لأنه هو ذهنيا أصلا مش حاضر ذهنيا مش حاضر وبدنيا مش حاضر سيبك من رمضان حتى النهاردة الساعة 4 في ماتشات بيطلعب الساعة 4 حيئي ودرجة الحرارة 39 مستني منه أداء إيه صعب جدا استحيل كتن حسام بيروح الله وبيشوف الماتشات ما هو لازم يروح يشوف الماتشات هيروح يشوف الماتشات فهيلاقي مستوى كتن بتاعت الساعة 7 أو الساعة 8 ما بيطلعش منها يعني بيطلع منها بس بيعني شوية طب قولي انت قلتلي ان ما كانش ينفع كتن حسام حسن يقول كده لا طبعا هو خانه التوفيق هو عارف انه خانه التوفيق طب قلت المجد يطلبى يقول ايه انا اقوله هو ايه ايه بنفس يعني اللي شافه كتن حسام حسن في الدور المصر ما هو أصلي في مشكلة انا وانا قاعد بتفرج على الماتشات في مشكلة كبيرة جدا قالها كيروش وقالها فيتوريا فيتوريا في الغرف المغلقة قالها راس كدير في لعبة كرة في الدور المصر ما عافوش يباصوا دي مشكلة كبيرة جدا دي مشكلة كارسة دي بجد يعني اه لا دي حقيقة والله وفيه دعيب كرة يا كابتن اساسيات الكرة دي ده اول حاجة في الكرة بصها فاروق وبيعرش يعملها بصها فاروق وبياخد ملايين عليها فاروق تاني هقولها لك تاني الباص مش ان انا قديك الكرة انا مجدي هنا وانت جنبي بقى خمسة متر عشرة متر عشرين متر وقديك الكرة ده فيه عشرين فيه انواع كتيرة جدا مش هنقول عشرين عشان ما يمسكلناش فيه انواع كتيرة جدا في الباص وبعدين وقت الباص الوقت بتاع الباص وقوة الباص والمكان اللي راح في الباص لأ حاجات كتير حاجات كتير للأسف الشديد نقصة لعيبتنا فعلا فعلا نقصة كابتن جوهاري كان بيمرننا كل تمرينة عن الباص دي وإحنا محترفين وإحنا محترفين وكل يوم كل يوم باص ازاي وفين كل يوم دي مفهاش هزار هم هم دي المشكلة الوحيدة كابتن وحال المشكلة مش هي دي المشكلة الوحيدة هسألك سؤال كده هل دي موجودة في العيبة في أندايا كبيرة زي الأهل الزماليك يعني موجودة بس أقل كتير من الباقي الأندية موجودة موجودة بس أقل ما أنا قلتلك أتحبب ما أنا قلت لك لا ما بش هقول أسامي أنا قلت لك يعني فيه لعيبة يعني أه طبعا بس أنا بقولك أنا عندي أنا عندي مفهومي أنا كمجدي في إهضار الوقت يعني أنا أتخلينا أتطلق لحاجات كتب ما تحسبش كلامك بس مش عايزك بتحسبش مش هحسب أنا هقولك أول أنا أقولك أول أنا حدي من المحللين اللي هم بتقول المحللين الأداء كنت بشتغل في نادي من قندية وجايب محلل الأداء من اللي بيشتغلوا في القنوات وتمام يا عمل شركة وتمام فعايزين تعقدوا معاه أو عايزين نعمل لك وتحليل الأداء طيب فقلت له هو بعت ستامبا كده بيعملها فبعت لي منهم في تحليل الأداء بتاعه وبعت الكور السابتة فروح تماسك الورقة وقريها كده فما لقيتش من دون من الكور السابتة لإيه الأاوت رامتة بس مش محطوطة فنبهته قلت لهم يجيب لك الكورس ففيه ماتش هنالعبه مع فرقة أنا عارفها كويس كنت مشتغل فيها قبل كده وعارف أن عندهم لعيب هم مبلعبوش غير في الكور السابتة كلها معتمدين على الأوتات اللي بيلاقى جنب الكورنر ويخدها الراجل وحطها جوا الجول ما حطهاش فقلت لهم هو مش معترف بين القاوت من الكور السابتة نفس القصة لما تيجي ما قلت له الديني اعمل لي تحليل حدد لي اهضار الوقت بتاع الماتش قد ايه احنا بالنسبة لي نحنا بالنسبة الفريق فقال لي اهضار الوقت قلت له اهضار الوقت فهو انت عافل اهضار الوقت الاول فبيكلمني على ان اهضار الوقت زمن الكورة لما تطلع برا كورة تنفيذ الكورة السابتة خلي بالك دي عندنا مشكلة كارثة في الدولة المصري برضو بياخد بياخد اللعيب من 20 ل 30 ثانية لغاية ما ينافذ الكورة لغاية ما ينافذ الدربة الشوتينج او كورنر او 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 فاول من برا او 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 اخد نفس الجو حركت لا في العموم انا بكلم في العموم انا بحرك بس وايك اه دي مش هو ده بالنسبة لي الشيء الاساسي بتاع اهضار الوقت انا انا ممكن اجاوبك قبل ما اه تفضل انك الوقت اللي توصل بين المرمى الخصر ده بقى عن طريق ايه ده عن طريق ايه عن طريق الباص السريع ده عن طريق الباص السريع او الجري بالكورة تمام واخد بالك فده انا لو لو فيه لعيب لو فيه لعيب قدامه مساح عشرين متر وما فيش حد يبصيله ووقف عشان يديها كده ده اهضار وقت عندنا تمام ليه لانه فيه عندك عشرين متر قدامك تقدر تكسب بيهم مساحة احنا هو الفرقين بيشتغلوا على ايه او الفرقين بيتخنقوا على ايه بيتخنقوا على كسب المساحة صحيح ان انا اكسب مساحة اكتر عشان اوصل لك واجيب جول بالمثل امنعك ان انت تكسب بالمساحات دي فالكسب بتاع المساحات ده في الاخر لما تيجي تقسوا هيبقى زمن سرعة تمريل الكورة سرعة باص الكورة سرعة الجريب الكورة سرعة التصرف الكورة هو ده مهم ده اهم حاجة في الكورة هو النهاردة يولجن كلوب النهاردة الطفرة اللي عملها في الكورة اللي اللي ضرب بيها جوارديولا ايه هي هي تضيع الزمن ده تقديل وقت الوصول للمرمى بصورة باشعة صحية بصورة باشعة لدرجة انهم بيعملوا كورة 2-3 عند الجول كورة 2-3 عند الجول كورة 2-3 عند الجول كورة 2-3 عند الجول لغاية ما تهرشوا وتعامل قدامهم الزون ديفينس بشكل ما بقاش حد يروح ولا ي ومستنين هناك بدأ يبقى الاسلوب بتاعه الميكسد بتاعه الباسنج بتاعه تيكي تاكا ده البسيط وفي نفس الوقت بس بسرعة يعني ما تلاقيش عند الليفربول واحدة اتنين استنى ما فيش طيب قلتلي الباس في حاجة تانية غير الباس في الدورة المصر قليل أو ما فيش يعني واجبات المراكز ما في عندنا مشاكل في واجبات المراكز تغطية العكسية الرجوع بسرعة سوعة الارتداد في النواحة الخططية طبعا عندنا في مشاكل ماذا وإلا بتشوف بتشوف فرق دخل فيها خمسين جول في خمسة عشر ما تشوف ده ده ايه ده ايه عدم تأدير المواقف اللي تخبرت بعض المدربين ده مغوط براما كلا بتقول فيه مواهب كابتن؟ طبعا فيه مواهب في الكرة بص مصر لا يمكن أن تنضب من المواهب احنا عندنا مية وعشرة مليون مية وعشين مليون ستين مليون سبعين مليون منهم شباب أو ستين مليون منهم شباب في في مقتبع العمر والناس اللي عندها بيشتغلوا في الكرة ملايين يعني مشكلة مش في المدرب المشكلة في في التأسيس بتاع المدربين ده مشكلة كبيرة طبعا عندنا مشكلة في القصة دي احنا عندنا دلوقتي سبع تلاف أكاديمية كرة في الشوارع والمراكز الشباب والحاجات دي كلها هل احنا بنتابع الناس دي؟ هل احنا بنتابع الناس دي بنشوفهم بيشتغلوا ازاي؟ هلو يعرفوا ويطلعوا وفي مواهب موجود دي مشكلة كبيرة جدا عندنا فاروق صحيح ومن زمان ليه؟ لعني في لعيبة في لعيبة كانت مشكلة من هم المشاكل انك توظف اللعيب صح من هو صغير حقيقة يبقى عارف هو فين وبيعمل ايه عشان يعرف يشتغل صح وانت ممكن تلاقي لعيب كده طويل وجميل وكل حاجة ده راس حربة يا عم كورتو كويسة اه ده ما هو على الجول الفينشينج بتاعه على الجول مش قد كده لسه عايز وقت طويل عشان طب ما هو ممكن الرجل اللي بلعب كورتو كويسة ده وهو قوي وكل لا طب ما لعبه مساك ايه المشكلة لو لعب مساك وكورتو كويسة لا احنا عندنا مفهوم المساك ده لازم دماغه تضرب في دماغي اللي قدامه وحاجات كده يعني نفس نفس القصة قبل ما اكتب الفاصل يعني تتجاوضني في حياتة دي كابتل حسن حسن تصريحه صح بس ما ينفعش يطلع منه هو اه ما يطلعش منه اه هو اللي هو شايفه موجود منه كتير في الكورة اه انما ما يطلعش منه يبقى هو يعني زلموه برضو كابتل مش زلموه اه لا هو اللي زلم نفسه انه قال كده هو ما يقولش ما ينفعش يقوله تمام انما موجود موجود اه موجود موجود طيب اسمح نتلع الفاصل كابتل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك فواصلوا مكملين واكيد حديثنا هيستمر عن متخابنا الوطن ان شاء الله